الملخص الذي قلناه في هذه المحاضرة هو مستلي ريفيجن لا يوجد أي شيء جديد لغاية دلوقتي دير نريد أن نتعود على قرية الجراف بتاع فانشن فإحنا فكرنا نفسنا بنفسنا بنفسهم الفانشن ما هي الدلة وما هو الدومين والرينج بتاع الدلة مجال والمدى بتاع الدلة والجراف بتاع الفانشن المطلوب منك دلوقتي رسمة حاجات بسيطة جدا أو تقرأ اللي هيجيلك مرسوم لو جايلك رسمة تعرف منها تحدد الدومين والرينج وتجيب منها وتدرس الكونتينيوتي والإنكريزن والديكريزن أو المونوتوني المونوتوني يعني سلوك الدلة من حيث التزايد والتناقص الترادها التزايد وتناقص فالهمورك والمفروض على جزء بارت وان و بارت تو من الليكتشار تو دي كله على الكلام اللي قلنا ده جرافات كتير مرسومة تقراها تتعلم تقراها بالطريقة اللي أنا بقول عليها كده يبقى احنا عندنا أمثلة محسوسة وحاية في دماغنا إن أنا لما يجيلي رسمة بإيه تعرف أقراها حط نقطة العظمة فين الصغرى نقول فين 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 فترات التناقص وهكذا كل دوت من اللي بدربنا عليه وعايزكوا تتدربوا عليه في التمارين اللي هبعتها لكم إن شاء الله والمساعدين هيحلوا بعضها معاياكو بس انتم متستنوش لازم تعملوا أور بأور طبعا بالنسبة للتحديد أيام وبننزل المحاضرات كل دوت معتمد على النت والكفاءة اللي احنا بنعيني منها كلنا فأنا عامل فول تايم ستاند باي إن أنا أسجل واستنى النت يشتغل وأبعد لكن إن شاء الله اعتبروا كل يومين في محاضرة وانت ظبط على حسب البيت بتاعك حسب صحيانك ونومك وشغلك حسب ظروفك التالذ هو الثالث هي السابقة الأخيرة سوف نتعلم كHYت try الطرق الأول وثنى نقول على النظريات والبراهين. او النظريات والبراهين طبعا مهمة. مش للحفظ للفهم خطوة بخطوة زي ما دايما بقول. تعالوا النهاردة الموضوع سهل مش هيبقى فيه براهين. نخلي النهاردة حساب والجبرا بس. وان احنا نقرأ الحاجات اللي قدامنا ونتعود عليها. ده جزء مهم. فتعالوا نشوف كل ده خطوء تقريبا في تانية سنمي. هفكركم به. عندنا قوانين لمت اكس قصة ان مع اس اي قصة اما على اكس مع اس اي لما اكس تقترب من ايه. لما اكس بتساوي ايه بالظبط يبقى بنقس مع الصفر. مالوش معنى. ايوه ما احنا قلنا الليمت مش معناها بيساوي. الليمت معناها بيقرب بس. جزء ابروتش ايه. يعني بالقرب من ايه. سلوك الدل دي ايه. بتقرب من كام. هنشوف الليمت دوت بيساوي ايه. هناخد القانون وهمبرهنه ان شاء الله. بس هم النهاردة هنتعود على الحسابات الجبرية بس. والحركات بتاعة الحساب. ودي حاجة سهلة. واللمت ده برضو خدتوه. لمت سين اكس على اكس لما اكس تقول الصفر. وهنشوف هو قد ايه مهم. وواحد تاني كمان اه شبهه. بس لما ناخد ده الاول نقول اللي زيه. بس هنكتفي بدول في الجزء ده. يعني كل الفقرة دي كلها هتكون تمارين وحساب تمسك الورقة والقلم وتحل. اللي بيقول انا مش شايف الصورة. انا عايزة اعمل البيدي اف. لو سمحت امسك ورقة وقلم واكتب وحل معي. وقف الفيديو حل بايدك. ما تستناش تتفرج. اللي هيتفرج هيفضل يتفرج. مش ههل حاجة بايدك. فمن فضلكم اعملوا اللي بقولوكو عليه. علشان تقدروا تحلوا كويس. من هنا لغاية الامتحان في يوم الامتحان يبقى piece of cake ان شاء الله. تبقى مبسوط تضيخي تطلع مبسوط حايبقى عندك امتحان طويل. وهيبقى عندك امتحان نصي. وهيبقى عندك امتحان أ، شفوي. كل دوت هيتعامل في يوم الامتحان لان مش هنقدر ننزم اجراءات الاحترازية بتاع الزروف اللي احنا فيها للعدد الضخم اللي داخل الكورس في كزا يو. يعني هنعملو في يوم واحد كله ان شاء الله. فلو سمحت تكون متضرب كل يوم تشتغل اللي انا بقولك عليه الدنيا هتبقى جميلة جدا وهتحب المادة وهتعرف تقرأ الجراف هتقرأ تحل الليمتز جيب الدريفاتف تجيب ان تجرد كل الحاجات هتبقى جميلة ان شاء الله. فازاي نعمل الليمتز عايزين نعملها باستخدام الجابريم بالطرق بس دي طرق حساب النهاية. طرق حساب النهاية. يعني هناخد دلوقتي بس مسائل. مش كله براهين وزي ما بيقولوا حفظ اللي عمفيش حفظ خالص والبراهين جميلة بس ساعة اتأجل البرهان لغاية ما نتعود على اللي بنعمله بالرموز وبمثال محسوس عشان يبخلي البرهان اسأل. في عندنا طريقة الفاكتورينج او التحليل وفيه طريقة القسمة تحليل 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 ايه تحليل الالجبرا اللي مش فاكر يفتكر همسك الورقة والقلم وحلل واشتغل معانا والدنيا هتبقى جميلة. كونججة يعني ايه المرافق؟ ايه المرافق؟ يعني واحد زائد جزر اثنين مرافقها واحد ناقص جزر اثنين اكس ناقص تلاتة جزر اكس ناقص تلاتة مرافقها جزر اكس زائد تلاتة. وبالقوانين ففيه بالتحليل والقسمة لي عمل القسمة مع التحليل لان القسمة بتعمل طريقة للتحليل. القسمة بتجيني طريقة التحليل لحاجات ما اتعلمناش في طرق التحليل يعني. وفيه فورميلاي او فورميلاز قوانين. هنتعلم القوانين دي او النظريات دي ونستخدمها في ايجاد الليمتس. واحدة واحدة مع بعض بس النهاردة مش هبرهن. النهاردة هحل بس تمرين علشان تمشق ديكو وتتدربو على راية الرسوم زي الجزء الاول. وحل الليمتس والكنتينيوتي جابرياين. يهيى الليمتس والكنتينيوتي الليمتس قلنا هنحسب ده. للما هو الليمت مرتبط بالكنتينيوتي فوراً، اول ما بحسب الليمت بقدر اقرر عدالا كنتينيوتي ولا لأ عنده نقطة اللى بنقرب منها دي. يعني لو الليمت ده لما اكس بتقرب من ايه؟ طلع موجود. يبدأ ده متصل ، لا لا لسه تحسب F ف اي. لو F ف اي ممش موجوده يبقى مش متصله. لو F هي موجودة و قدي الليمت تبقى متاصرة خلاص بسيطة جدا زي ما قلناها مع الجراف هنقولها مع الالجبرا هنقولها مع الحسابات الجابريل تعالوا نبدأ أول مثال في حساب الليمت جابريل ليمت هنبدأ بمثال سهل فيه تحليل سهل X3-800 على 3X2-12 عشان لما X تقرب من 2 قلنا التعويض المباشر عن X باتنين هنا فانشن كسرية طبعا الدومين بتاعها دي هتسهل نقدر نجيبه لو كان مش المطلوب مطلوب ايش المشكلة هنا مشكلة واحدة اسمها اللي فوق ده ما يبيع ما عندوش مشكلة ده اللي تحت دي بولينوميا البس تحت بولينوميا لتحت أو أي حاجة تحت لازم ما تكونش صفر لازم ما تكونش صفر وإلا نقس مع الصفر هو طبعا هنا مش مطلوب الدومين ولا حاجة لو عوضنا عن X باتنين هيديني هنا الأول دي الخطوة الأولى تعويض مباشر لو طلع الكلام ريال مفيش في اسم على صفر مفيش في حاجة مشكلة خلاص هو ده الدلة تبقى معرفة واللمت موجودة وتساوي القيمة دي فانعوض عن F2 فتعالوا نشوف كده F2 يبقى نشيل X ونحط 2 زي قيمة أي دلة اتنين كيوب مقس ثمانية ادي زيرو فوق وتحت اتنين ثلاثة في اتنين سكوير يبقى ثلاثة في اربعة في اتناشر مقس اتناشر يساوي زيرو على زيرو زيرو على زيرو دي نعمل كده حط بين قسيم زي ما بيقولوا كده دي مش الإجابة دي إجابة غير مقبولة دي نتخلص من الزيرو فاكتور يبقى فيه الزيرو فاكتور فوق وزيرو فاكتور تحت اسمه زيرو فاكتور اللي هو السبب فيه X بتقترب من اتنين يبقى فيه X ناقص اتنين كده في البسط والمقام عايزين نتخلص منهم يبقى احنا المطلوب دلوقتي get rid of the zero factor اللي هو مين X-2 عايزين نتخلص من العامل الصفري السبب في الصفر اللي فوق اللي خلنا فيه صف أكيد X-2 طالما X بتقرب من اتنين والتعويض الدني zero يبقى اللي فوق دوت فيه فاكتور أو عامل X-2 وكمان تحت فيه فاكتور X-2 لابد من التخلص منهم علشان نعرف الليمت ده بكام والليمت ده مش بصفر صفر على صفر دي كمية غير محددة أو معينة لأنها تقدر تبقى بأي قيمة في كل مسألة هتطلع بقيمة الحسب مين اللي فوق ومين اللي تحت بالزبط تعالوا نتعلم نشيل العامل الصفري ازاي فالليمت يساوي المت مختصر آسف نحلل الاول نحلل ازاي X تكعيب مقاس تمانية دوت اسمه difference between two cubes X فرق بين مكعبين X مقاس اتنين في قوس صغير وقوس كبير الفاكر الكلام ده لازم يفتكره اللي مش عايز يفتكره خلاص يستنى لما يبقى عايز يفتكره ويحب يمسك القلم ويعمل الجبرا ويعمل calculus هو دوت العدة بتاعتنا هنا بنعمل سكوير للأول عكس الاشارة دي plus two X plus 4 مش الاول في التاني في اتنين زي فك المربع الكامل لا دوت الاول في التاني بعكس الاشارة بس من غير اتنين دوت فك فرق بين مكعبين وزي مجموعة كمان المكعبين كلا اللي تحت دوت طبعا نقدر ناخد ثلاث عامل مشترك يبقى X سكوير مينس فور نعملها هنا طبعا انا كاتب كلمة لمت لي لانه لسه ما تحصبش مال انت بتعمل ايه انا هعمل الات X سكوير مينس فور ده طبعا اسهل حاجة في الدنيا للتحليل اسمه difference between two squares X minus two times X plus two اه دي فرق بين مربعين تحليله سهل جدا اي حد في اولى اعدادي يعرفون نسيتو اعرف نمسك القلم وكتبه دوت كده ده طبعا مش كتابة رسمية دوت مجرد نوت عندي ده zero factor ودوت ال common factor اللي خدته هنا عشان احل المرة واحدة هتلاقي ايه اللي حصل اه ظهر الزيرو فاكتور اه ال X minus two السبب في الصفر اللي فوق ده هي دي القوس ده وال X minus two اللي تحت دي هي السبب في الصفر اللي تحت ده هو لا ده نختصره مع ده القوس ده مضروب والقوس ده مضروب عشان كده بنعمل تحليل يخليني لما القوس هو هو او الحاجة هي هي اللي فوق مضروبة بتاع او موجودة فوق وتحت ومضروبة نقدر نختصرها فور يعني limit function اللي انت عايزها هي limit function بعد لاختصار دي هي theorem في limits هنجمع كل theorem بتاعت ونشوف اللي احنا هنقدر او مطلوب مننا نثبته ونعرف برهانه جي منين بالزبط ونعمله ان شاء الله استفدت اقامل خطوة دي الزيرو فاكتور اختفى فنعمل ايه نعود تاني نرجع للخطوة الاولى ونعمل تعويض مرة تاني يعني limit بتاع دي هو المت بتاعها من غير الزيرو فاكتور فوق وتحت فنكتب تاني x square plus 2 x plus 4 وتحت التلاتة دي التلاتة دي ممكن تطلع بره من دلوقتي لانها ثابت ممكن يطلع بره هنا يبقى واحد على تلاتة بره والباقي هو هنا مش هيسبب اي ازعاج لحد x plus 2 خدوا بالكو x plus 2 مش zero factor x minus 2 هو zero factor فلو كان x minus 2 zero factor يبقى x plus 2 مش zero factor لانه لما عود عن x ب 2 هنا بيسبب صفر يبقى هنا مش هيسبب صفر مش ممكن يسبب هنا وهنا لان x بتقترب من حاجة واحدة فبنشوف السلوك بتاع الدلة دي او الفانشن دي او نقطب عنها دلوقتي نعوض مرة تانية ولو طلع صفر على صفر تاني عيد نفس القصة تاني وحل التاني وزيل الزيرو فاكتور تاني وهكذا فتعالوا نعوض f of 2 نعوض عن الاتنين يبقى 2 square plus 2 times 2 plus 4 over 3 times 2 plus 2 gives طبعا واضح ان مفيش صفر ولا حاجة ادي اربعة زائد اربعة زائد اربعة على ثلاثة في اربعة ادي الايجابة خلاص بقينا real number مفيش في حاجة مش undefined ولا undetermined ولا حاجة ادي 12 over ولا ممكن نكتب دي ثلاثة فاربعة ودي ثلاثة فاربعة خلاص على 12 يساوي واحد صحيح فده معنى ايه لو تفتكروا بقى اللي احنا قلناه في الرسم لو الرسم اللي ترسمت هيبقى عندها مشكلة عند حاجتين هيبقى عندها جاب عند الاتنين وعند الناقص اتنين عندها مشكلتين عند الاتنين undefined وعند الناقص اتنين undefined فالرسم بتاع المعقدة اللي زي دي مش هنقدر نعمله دلوقتي عايز تكنولوجيا كبيرة هناخدها ان شاء الله لما ناخد sketching the graphs في اخر differential calculus ان شاء الله لكن مش مطلوب دلوقتي مطلوب دلوقتي نعمله بس الالجيبريكالي طبعا في مسائل كتير جدا على finding the limit using factorization او factoring الكلمة اللي تحب تقولها الاتنين زي بعض التحليل او القسمة قسمة ايه او قريكوا طريقة القسمة اللي مش حافظ قوانين التحليل دي يقدر يعمل طريقة الاسمة نحق احل نفس المسألة بس باستخدام طريقة القسمة ادي limit x cube minus 8 over 3 x square minus 12 علامة اكس تقول لتنين دوت الداني زيرو على زيرو فلازم يبقى في زيرو فاكتور اللي هو مين لازم تحدده فورا ومن هنا بيتحدد x minus 2 ده زيرو فاكتور طالما اطلعي فوق زيرو يبقى ده موجود فوق وده موجود فاكتور يعني عامل مضروب وده يتحلل يساوي x minus 2 في حاجة تانية وده كمان يساوي x minus 2 في حاجة تانية نقدر نحلل واريكوا التحليل ازاق قاسف نقدر نقسم طريقة القسمة المطولة ايه تعالوا الاثنين هنقسموا اللي مش عارف تحللوا قسموا هم هنا الاثنين سهلين وحللتوهم ووريتكم بس تعالوا نعمل طريقة الاسمة المطولة للاثنين ايه دي تلاتة اكس تربية ناقس اثناشر سبت مكان لل اكس بنعمل كده ده المقسوم وهقسم على اكس ناقس اثنين مين اكس ناقس اثنين دي زيرو فاكتور اللي انا عارف ان هو لازم يكون موجود طالما فيه زيرو طلعا نقسم ازاي؟ نقسم الليدنج ترم على الليدنج ترم ده هنا مترتب تنازولي وهنا مترتب وادي الحد الاعلى ثلاثة اكس تربية على اكس بس نقسمها يطلع ثلاثة اكس بس كده نضرب بقى الثلاثة اكس دوت في المقسوم عليه ثلاثة اكس في اكس يبقى ثري اكس سكوير ثلاثة اكس في ناقس اثنين يبقى ناقس ستة اكس هو عشان كده انا كنت سايب المكان ده فاضي وبعد كده نعمل طرح نطرح اللي فوق ده ناقس اللي طاح فدوت الاولاني بيضيع والتاني ناقس في ناقس يبقى يتغير الاشارة وتبقى زائد اسمه مطولة عادية جدا زي الاسمه بتاعي تبتدائي متواخدينها اصلا يعني فادي سكس اكس وادي ماينس طولف اهان ونكمل الاسمه فورشور الاسمه دي هتخلص لان زيرو فاكتور انا عارف انه موجود فادي ستة اكس ناقس اثناشر نقسمها تاني نفس اللي عملته فوق عيده تاني هي الالجوريثم او هي طريقة بنعدها لغاية ما نخلص فالستة اكس هنقسمها على الاكس الليدنج هنا على الليدنج هنا لحد الاعلى على الحد الاعلى ستة اكس على اكس يبقى بلاس ستة خلصنا نعمل نفس القصة مرة تانية الستة دي هتضرب في المقسم عليه ونكتب الاجابة هنا ستة اكس يبقى ستة اكس ستة اكس ناقس اثنين يبقى ناقس اثناشر بعد كده منطرح ده والطرح معناه نغير الاشارات ونجمع ستة اكس مقس ستة اكس ضاعت ناقس اثناشر ودي بقت زائد اثناشر ضاعت اي دي ناقسه خلاص يبقى النتيجة زيرو بلاس زيرو خلاص يبقى يساوي زيرو يبقى باقي القسمة صفر يبقى فعلا يقبل القسمة يبقى اذا تلاتة اكس تربيع ناقس اثناشر او ثري اكس سكوير ماينس تولف ايكوالز فعلا الزيرو فاكتور اكس ماينس تو مدروب فيه الكوشنت اللي طلع لخارج القسمة ده نحطه بين قصين ده اسمه الديفايزور وده اسمه خارج القسمة اللي هو الكوشنت اللي هو طلع كام تلاتة اكس زائد ستة طبعا المنظر تلاتة اكس زائد ستة دوت فيه عامل مشترك تلاتة اللي هو كان موجود من الاول اللي واخد داله بيحلل من الاول هيكون طلعه لكن هنا انا بحل حل اللي مش شايف ومش عارف وبيقسمه على طول ادي الاسمه ده طريقة الاسمه للي تحت نعمل كمان مرة اخيرا للي فوق اللي هو اكس تكعيب ناقص ثمانية ادي اكس تكعيب ناقص ثمانية ادي اكس تكعيب ناقص ثمانية طبعا يسيب مكان فاضي احسن نسيب مكان هنا للاكس تربيع وهنا للاكس ونكتب ناقص ثمانية بالمانزر ده ونقسم على اكس ناقص ثمانية بزيرو فاكتور بتاعنا اكس تكعيب برضو نفس الطريقة اكس تكعيب على اكس يطلع فيها اكس تربيع اقسم الليدنج على الليدنج بس وبعدين ايه دوردول هيتضربوا هياخدوا نفس النصيب اللي خدوا الاكس ويتضربوا ونطرح تاني كياني بقسم مراس بقسم اشوف هدي الكبير كام وهدي الصغير زيه واضرب المقدار اللي اديتهلهم فيهم كلهم واكتبوا هنا وبعدين اناقصوا من التاريكة اللي فوق دي واللي اتبقى سيمه تاني لغاية ما خلص ادي اكس تربيع في اكس باكس تكعيب ناقص اتنين اكس تربيع خلصنا الضرب نعمل كده ونطرح فالطرح هيعمل ايه؟ هيخلي دي بالنقص وهيخلي دي بالزائد ودائما دوت هيختفي ودي اتبقى زائد اتنين اكس تربيع وفي مكان لل اكس فاضي ونقص تماما لو كتبتهم جنب بعض مفيش مشكلة بس خد بالك بعد كده وسع لللي هيطلع ادي الاثنين اكس تربيع هو اللي عليك دور عايز يتقسم على اكس يبقى بلاس بلاس 2 اكس سكوير علي اكس يبقى بلاس 2 اكس نضرب 2 اكس في اكس يبقى 2 اكس سكوير 2 اكس في ماينس 2 يبقى ماينس 4 اكس نفس القصة هي نفس الطريقة او الالجوريثم نضرب نطرح يعني ايه نطرح؟ يعني نغير الاشارات ونجمة ادي الاولاني بيضيع دايما نتوزع كله بعد كده طلعلي اربعة اكس مائس ثمانية اخر حاجة سمها الليدنج هنا او الحقائد هنا اربعة اكس على اكس يبقى بلاس 4 نضرب اربعة اكس اربعة اكس مائس اتنين مائس ثمانية كده خلصنا لما نعمل مائس دوتا يغير اشاراتهم ويبقى اختفى يبقى النتيجة زيرو يبقى خلصنا يبقى اذا ده معناقى انه اكس كيوب مائنس ات فعلا بتساوي زيرو فاكتور اكس مائنس 2 تايمز اكس سكوير بلاس 2 اكس بلاس 4 طبعا ده مثال كان ينفع يتعامل من غير الاسمة من غير الـ كان ينفع لانه واضح جدا لكن هناك امثلة مش معروفة طريقة الاحليل بتاعها ماخدنهاش يعني انتو خدتوا كذا طريق التحليل في بعض طرق التحليل اللي انتو ماخدتهاش البديل لها هو القسمة بيعرف يحلل كويس يتكل على الله اللي مش عارف يحلل يتدرب على طريقة الاسمة والعملية هتبقى سهلة هيبقى عندكو امثلة وتمرين على الكلام ده تتدربه الي канале نرجع للعنوان الى قلناه بالحخ lett we get the implications ناخد المثال على الكونججبت وننظر وفيداته ايه Ge Typs بيكس عن المثال الجديد اا طيب ما اروح이 نريد الكونتينيوتي غريب. تمام. الكونشن دي فين الكونشن اللي بتجيب لها المت دي. الكونشن دي لو ترسمت هتطلع او لا عند الاتنين. المت موجود اهو طلع بوجود. قيمة واحد. المت موجودة بواحد. لو خدنا الازرق ده وسمنا اف او اكس. هل اف او دي كونتينيوس عند الاتنين ولا لا اه هي اف اتنين معرفة? لا مش معرفة. طلعت زيرو على زيرو. خلص تبقى مش كونتينيوس عند الزيرو. اف اتنين عندها مشكلة عند ال اكس باتنين. يبقى نط مع ان الليمت موجود. قات اكس يسوي اتنين. ليه? السبب انه اف اتنين. عرفت منين اف اتنين اه هي. لما عوضت عن اف اتنين مطلع ليش ريال نمبر. طلع زيرو على زيرو. فالليمت هو خطوة جانبية بسيطة جدا جنب المسألة. فانا دايم انا رابطهم ببعض عشان نخلص من المراجعة دي. وناخد الحاجات الجديدة قريب ان شاء الله. تعالوا ناخد اجزومبل على حساب الليمت بطريقة الكونجيجت او المرافق. روت اكس بلاس تو ماينس اكس اوبر اكس. طبعا هنا ليه ما فيش تحليل? احنا بالجزور. وبرضو مرتبط بالسين والكوزين بس لما نجي لهم ان شاء الله. طبعا دوت مفيش مش هنعرف نحلل ده ولا نعمل اسمه. ففيه كونجيجت. الكونجيجت بتاع المنظر ده هو ايه? نفس المنظر بالزبط بس لدال ما منهم معاقص فيه بينهم زائل. بس قبل كل ده فين التعريف? لو كانت دي اف اف اكس. فين اف زيرو? يمكن تطلع معرفة وكويسة. لا مفيش امل. لانه اكس تحت. فبنقسم على الزيرو خلاص. فالنتيجة اف زيرو بيساوي ايه? اف زيرو. اف 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 ا بس الاكس مش بقينة فوق دخلة تحت الجزور عايزة طلعها من بر من جوه الجزور دي. شوت بي. الاكس ديت لازم تتنظف تختصر من فوق مع تحت. هتطلع ازاي لما نضرب في المرافق فوق وتحتها تظهر وتختفي. فطبعا من قبل مبدأ ومن قبل ما كمل سواء الليمت ده لقيناه موجود او مش موجود الدلة دي مش متصلة لان التعويض عن الزيرو الداني ما ادنيش بيالنبر. طبعا في امسلة ممكن التعويض المباشر يديني قيمة وكويسة وما فيش مشكلة خالص فلازم الخطوة دي نعملها محدش يتجهلها ويروح يعمل الشغل التحليل والكونجيجة على طول لا. لازم نعمل خطوة التعويض المباشر دي اللي هي حساب اف زيرو. او حساب اف عند النقطة ايه اللي بنقرب منها دي. فتعالوا نشوف هنعمل ايه? هنعمل ملتبلاي. اتخلص من الجزور دي اللي هو نفس المنظر ده الكبير ده كله بس بينهم هنا زائد. دوت بيعمل ايه? بيخليني اتخلص من الجزور دي. طبعا هتطلع تحت ايوه بس هتطلع بلس. هتطلع بينهم زائد. لو دوت مسبب لك زيرو. فالنسخة بتاعته اللي بالزائد بداله ناقص مش هتسبب زيرو. فما فيش فيها مشكلة. تعالوا نشوف هنعمل ازاي? ادي الليمت بيساوي. الليمت. الليمت ما تحسبش فهيتكتب لغاية اخر خطوة لغاية ما نحسبه. ادي نعمل اقواز بقى كبيرة جدا كده. اكس بلاس تو مينس. روت تو مينس اكس. ادي واستخلص كده. ونضرب بقى في اللي انا جايبه من عندي ده. نفس المنظر. هو هو اكس بلاس تو. وهنا بلاس. هو ده اللي من عندي. روت تو مينس اكس. تضربت فوق في حاجة لازم تضرب فيها تحت. ادي الاكس اهيه. ونفس المنظر ده هعمله مرة تانية تحت. خد بيالك التعويض في ده مش مش ده مش زيرو فاكتور. ده اللي زيرو فاكتور. ده اللي بيسبب الصفر. ودي لم الفكرة كلها ان احنا لما نضرب دول هيطلع لي اكس. فالاكس اللي فوق اللي هتطلع دي تختصر مع الاكس دي. هي دي الفكرة بكل بساطة. اكس بلاس تو بلاس روت تو مينس اكس. دي هنسيبه كده مش هنوزع ولا حاجة. هنسيبه كده انا املي انه يطلع لي اكس هنا وتختصر مع دي. فتعالوا نشوف هيحصل ازاي ده. لمت لما اكس تقول الصفر. وده محتاجك تعرف انه اي pants B في ايز اي з اب Di. تتفك ازاي? Too much A minus B في A plus B. ده اسهل فك ف الدنيا. اسجيرو فك ال difference between two squares. لو عايز تحللها تخليها A minus B and A plus B. العكسة بقا. لو عايزة A minus B في A plus B تضربها وتفكها وتطلع المربعه الاول ناقس مربعه التاني. سبب بسيط جدا هدي F A بS الضرب التاني هيطلع A B وده هيطلع ناقص A B فبيضيع الحد الاوسط حد الاخير ناقص B في B يطلع ناقص B تربيع فهي سهلة جدا محدش اظن ما يعرفه هي السر فلما نضرب هنستفيد A ده A ناقص B في A زائد B فلما نضرب F A جزر X زائد 2 في جزر X زائد 2 يعني في نفسه طبعا الجزر تربيعي يختفي الجزر يبقى دية كل اللي أنا عندي بقى X زائد 2 من غير جزر ادي A سكوير اللي بتاعتي ودي الماينس ودي بقى B سكوير هتطلع لي برضو خدوا بالكم من غير اقواس كل حاجة عطبوس لو ما عملتش اقواس هتشوف كل حاجة غلط فانتبه للأقواس لو سمحنا فادي B اللي هو الجزر ده لما يتربع يختفي الجزر ويطلع لك 2 ميمس X بين قوسين ليه هيطلع غلط لو نسيت الأقواس هتشوف الناقس 2 بس مش هتشوف ناقس في ناقس X في ناقس بينهم فلازم نحط عقواس وتحت الـ X زي ما هي والقوس ده ما تخافش منه خالص طالما اللي مسبب بالزير وبالناقس وانت جبت الكون اللي جت بالزائد خلاص ده المشكلة ده مش مشكلة يعني التعويض فيه مش هيدينا زير ولا اي اشكال فادي روت X بلاس 2 بلاس يعني التعويض المباشئ احنا هنعوض تاني ايه طبعا احنا اول ما بنزيل الزيرو فاكتور وانو يجيت ريد оф الزيرو فاكتور ويسبستيوت اجين نفس اللي بنعمله كل مرة فين الـ X اللي وعدت بيها هي الـ X تحت لا الـ X اللي فوق هتيجي هيبصوا فوقوا كده X بلاس 2 minus 2 2 هتروح مع الـ 2 دي 2 minus 2 cancel X minus minus X يبقى X بلاس X تبقى 2X يبقى ديت عبارة عن هكتب في صفحة جديدة احسن يبقى يساوي limit لما X تقوله الصفر ليه بتكتب limit لانو لسه ما تحسبش اصلا بنشيلها لما تكون منعودة فادي 2X فوق في البسط وتحت X اهي ويا دي الاقواس اللي بقولكو عليها اللي جبتها من عندي عشان ازيل zero factor plus root 2 minus X ويا دي zero factor اللي هو X اهو ظهر يختفي لانو مضروب فوق مضروب فتاح يختفي ازاي انت كده بتقسم على الصفر لا يا جماعة تاني مرة احنا الاكس مش بصفر اكس بتقترب من الصفر اكس just times to zero approach zero فهي مش بصفر فالاكس هتروح مع الاكس فهفيش مشكلة خالص ودوت السبب ان احنا لما منزيل zero factor الليمت بتاع الجديد هو الليمت بتاع القديم بالزبط يبقى دلوقتي يساوي limit بقى احسن الدنيا بقيت اسهل كده اتنين على جازر خلص معدلهاش لازمة الاقواس زائد root two minus x لما x ten zero تاني نعود ادي الفانشن دي لو جات لي الليمت ده بس ما جات الليمت اللي فوق جات لي المسألة دي بس تروح تضرب في المرافق تعود على طول دوس ادي الفانشن اهي تعود الاول يعني لو دي اسمها g يبقى نحسب g of zero لو ادتني عدد ريال هو ده الليمت لو الفانشن متصبة هتديني الليمت بتاعها هو قيمة الفانشن عند النقطة اللي بنقترب منها بالضبط فلازم عود تعويد مباشر تاني وده اللي هنعمله فقوعة تنسى خطوة التعويد يعني لو المسألة جزر 2 بعوض عن x بزيرو يبقى جزر 2 زائد يعوض عن x بزيرو يبقى جزر 2 كمان يبقى 2 فوق وتحت جزر 2 وجزر 2 يبقى 2 جزر 2 يبقى النتيجة 1 على جزر 2 طبعا ممكن تكتب في صورة تانية نضرب فوق وتحت جزر 2 يبقى جزر 2 على 2 طبعا ده مهم جدا للأسئلة الاختياري ممكن الصورة تيجي دي ومتجيش دي فانت تشوف المنظر يتحول ازاي ممكن تيجي دي نفسها يعني جماعة خدوا بالكم انتبهوا للحكاية دي ممكن يجي مسائل او حاجات لمت مجرد تعويض مباشر مش محتاج لفاكتورينج ولا ديفيجن ولا كونججت ولا أي حاجة